طيب أول سؤال في محاضرتنا النهاردة هو هل تختلف الجريمة الإلكترونية عن الجريمة العادية في شيء ولا هي في الآخر جريمة؟ يعني إيه جريمة؟ كلمة جريمة أصلاً يعني إيه؟ كلمة جريمة يعني إيه؟ ارتكاب فعل يجرمه القانون تمام؟ يعني هو واحد قام بفعل هذا الفعل أحدث أثراً هذا الأثر رجع بضرر على حد وكان هناك نصاً يعاقب على هذا الفعل بعقوبة معينة فدي تعتبر إيه؟ جريمة طيب إيه الجرائم اللي احنا عارفينها مثلاً يعني شكل الجرائم بيكون إيه؟ جريمة سرقة حد سرق حد ناشا له، جريمة قتل حد قتل حد، واحد ضرب واحد في الشارع، جريمة نص بواحد احتال على واحد وضحك عليه وأخذ منه، جريمة تهديد، جريمة ابتزاز، جريمة اعتداء على حرمة حياة خاصة لشخص، كل الجرائم اللي احنا عارفينها دي موجودة ومذكرينها وحفظينها دخل علينا الإنترنت، وبدأنا نغير استخداماتنا من الاستخدامات التقليدية إلى الاستخدامات الإلكترونية وانتقلت معها الجرائم والمجرمين، ولكن بشكل آخر فهذه الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة لها عدة خصائص تميزها عن الجرائم العادية، زي ايه؟ السرقة في العادي ان انت تجري ورا واحد وتاخد منه المحفظة بتاعته وتجري، صح؟ او ان انت تذهب بسطو مسلعك ومثبت السرقة بالإقراه وحطت السلاح وتهدده وتاخد الفلوس وتمشي، دي السرقة المعتادة، السرقة في الجرائم الإلكترونية تكون كيف؟ إما أن يتم اختراق إحدى بطاقات الاقتمان مثلاً وتاخد الأرقام السرية بتاعت الفيزا وتاخد اللي موجود في الفيزا، أو أن انت تختارك تليفون وتسرق اللي موجود على المحفظة الإلكترونية بتاعته، أو تختارك خدمة أو سلعة مقدمة مقابل جزء من المال وتاخدها لنفسك بدون وجهها، وهكذا، قص على ذلك، معظم الجرائم التي كانت ترتكب في الأرض التقليدية ترتكب في هذه الوسائل الحديثة، ولكن باختلاف الخصائص، وباختلاف طرق الارتكاب، وباختلاف مرتكبي هذه الجرائم، لأن المجرم العادي التقليدي اللي نعرفه يختلف تماماً عن المجرم المعلوماتي اللي نحن نتكلم عليه النهاردة، تختلف في الصفات، وتختلف في السمات، وتختلف في حاجات كتير، طيب، طالما حضرتك قلتلي أن الجرائم الإلكترونية تختلف عن الجرائم التقليدية في عدة خصائص، فما هي هذه الخصائص؟ لو حد فيكو يقول لي واحدة بس، خاصية واحدة بتخلي الجريمة الإلكترونية، لا، أنا أريد خصائص الجريمة، ليس سمات المجرم، مين هيقول لي؟ أريد شيء أتميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة العادية، من وجهة نظرة، لا، عالي صوتك، الوسيلة، برافو عليك، سهولة ارتكاب الجريمة، تمام، ممتاز، ممتاز، إيه ثاني؟ آه، أنتوا عارفين؟ إن عشان تبقى قدامي جريمة عادية، مش في حاجة اسمها مصرح الجريمة؟ إيه هو مصرح الجريمة، مش هو المكان الذي التقى فيه الجاني مع المجني عليها عشان تتم فيه الجريمة؟ طيب، هنا لما أجي أعمل جريمة وأنت مسك موبايلك وأنا مسك موبايلي وأنا في أمريكا وأنت في مصر، وارتكبت ضد الجرم، فين مكان ارتكاب الجريمة؟ آه، طيب، دي حاجة، تاني حاجة، أنا معتد أن المجرم اللي بييجي يعمل جريمة في الشارع بيكون بلطاجي، بيكون تحت تأثير مخدر، بيكون لي سابقة، أو بيكون متهور، أو بيكون تحت أي، بيكون لي صفات معينة، لكن هل المجرم المعلوماتي هو نفس المجرم ده؟ لا، ده واحد ذاكي قاعد مسك كوباية القهوة بتاعته، أو الليس بيريس، أو قاعد كده بالتيشرت، تكييف، وقاعد عماله يرتكب في جريم، وهو قاعد وقاعده في البيت، هل أي حد؟ يعني ممكن واحد جاهل يرتكب جريمة زي دي؟ لا، ده لابد أن يكون على درجة عالية جدا من المعرفة قبل العلم، يعني هو عنده علم، ثم أثقل هذا العلم بمعرفة، وتثقيف، وتطوير دائم، وتطوير دائم، ليه؟ لأن التكنولوجيا كل يوم في جديد، صح؟ كش أنت كل ما بتظهر لك صغرة على موقع معين أو على تطبيق معين بيعمله تحديث؟ طب أنت بعد ما تعمل التحديث ده، المجرم هيختركك إزاي؟ لازم هو كمان يحدث ويطور من فكره عشان يقدر يرتكب الجريمة ضده، فخلينا نقول الكلام النظري اللي هنقرنه بالكلام العملي، وهي خصائص الجرائم الإلكترونية، لو أنت بتكتب أكتب أورايا رقم واحد، سهولة ارتكاب الجرائم، ومحاولة تفادي الرقابة الأمنية، سهولة ارتكاب الجريمة، هو هنا كل اللي محتاجه جهاز كمبيوتر، ويكون متوصل بالإنترنت، وعنده بعض البرامج المستخدمة في القيام بهذه الجريمة، وهو يظن أنه عشان أكثر علماً من الجهات الأمنية، أنه سيقدر يتفادئ هذه الرقابة، أو بصبل معينة وبطرق معينة، سيقدر يبعد الشبهة عنه، وهذا سنتحدث عنه بعد ذلك، أثنين، الخاصية الثانية، عدم القدرة على تحديد حجم الضرر الناجم منها، ما تقدرش يتحدد لي الضرر اللي هيجي من الجريمة دي قد إيه، عارف ليه؟ لأن الجريمة الإلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها، ممكن يكون مرتكب الجريمة ده، واحد شاف فيديو على اليوتيوب، ودخل طبقه في حد غلبان يا عيني، سرق منه أي حاجة الأكونت بتاعه، وقفلهله، خد الصور اللي عنده مش عارب إيه، آه، ويكاد يكون المجرم اللي قام بالعملية دي محترف، ودارس، ولقه قدرة، ويستطيع أن يخترق أنظمة، مش بس تليفون سيادتك، فعدم القدرة على تحديد الضرر الناجم منه، ثلاثة من خصائص الجريمة الإلكترونية، صعوبة التنبؤ بالمشتبه بهم، صعب جدا أننا نتنبأ بالمشتبه بهم، ليه؟ لأنه يمتلك المهارة على إخفاء هويته، يمتلك المهارة على إخفاء هويته، كيف؟ في بعض البرامج VBN وتغيير الـ IP Address والكلام ده، يقدر تكون أنت بتشك في أن المكان ده معمول من دولة، وهو يكون في دولة تانية خالص، بس باستخدام بعض البرامج، قدر يغير المكان اللي هو قاعد فيه، قدر يغير الوقت اللي بيرتكب فيه الجريمة، وهكذا. أهم خاصية وهي أن هذه الجرائم، جرائم عابرة للحدود، جرائم إيه؟ عابرة للحدود، يعني إيه عابرة للحدود؟ يعني تلاشت الحدود المكانية والزمانية فيه ارتكاب مثل هذه، طب المكانية عرفناها أن أنت في دولة والمجنع عليه في دولة وفيه حدود إقليمية، طب الحدود الزمانية، إيه؟ أن أنت ممكن تكون في دولة بالنهار دلوقتي، وبترتكب جريمة في دولة الوقت عندها بالليل، صح؟ فهنا فيه اختلاف في الزمن، واختلاف اختراق الحدود الجغرافية والإقليمية لكل دولة، يعني أكاد يكون جاني موجود في بلد، والمجنع عليه أبدى عنه تسع ساعات بالطيارة، ويرتكب جريمة ضده، فهي من أهم الخصائص التي لازم تركز فيها لأكتر من سبب، ليس عشان هي خاصية حلوة، لا عشان هي هتقدم لك كرجل قانون باحث في المجال القانوني بعض الإشكاليات التي تبني عليها عمل بحث رسالة ماجستير، الدكتوراه وخلافه، زي مثلاً عند القيام أو ارتكاب مثل هذه الجرائم بشكل عبر للحدود، أين القانون واجب التطبيق في هذه الحالة؟ هتطبق قانون دولتك؟ ولا قانون الدولة اللي وقع عليها الضحية فيها الجريمة؟ هتقول لي هنلجأ للمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية، طيب، هل أنت عندك علم أن هذه الاتفاقيات آخر اتفاقية كانت موقعة عليها معظم دول العالم فيما يخص الجرام الإلكترونية كانت اتفاقية بودابست سنة 2001؟ عارف يعني إيه 2001؟ يعني الجرام الإلكترونية ساعتها أن حد وانت بتلعب سناك يشيل المقطة اللي انت كنت بتجري وراه؟ فيين التطور؟ فيين التحديث؟ في سياق وحط لي بين قصين اللي أنا هقوله ويكتبه ويحفظه؟ التكنولوجيا تسبق القوانين القاعدة دي ما تنسهاش التكنولوجيا تسبق القوانين لما كانت فيه جرائم إلكترونية عبارة عن أن حد يبعث لي رسائل يزعجني وبعد كده تطورت الجرائم الإلكترونية أصبح تسبق وقذفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطورت مع التقنيات الحديثة وجود التليفونة بأبو كاميرا وبدأت الجرائم تكون اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وأن انت تخش تشوف الصور اللي انت شايلها في الجالري بتاع الإنستجرام بتاع ساعتك أو اللي انت خافيها ومش حاططها ويأخذ هذه الصور ويأخذ المعلومات والبيانات والذات ثم تطورت الجريمة الإلكترونية بعد أن دخل علينا ما يسمى بالسمارت هوم تيفي سمارت حطرتك 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 تيفي سمارت في القوضة وفيه كاميرا في النص كده ويكاد يكون هذا الجهاز في بعض الأوقات سهل اختراقه فتخيل حد اخترك التيفي سمارت بتاعك وفتح الكاميرا وهو انت حطت الكاميرا ويقعد بقى أنت معد في الشقة بقى أنت برحت بيتكو بيتكو فتطورت الجريمة الإلكترونية أكثر وأكثر ثم دخلت تحول رقمي ديجيتال ترانسفورميشن على كل المؤسسات وما يكنت معظم القطاعات فتطورت الجريمة بدل ما كانت جريمة ترتكب ضد شخص بقيت جريمة ترتكب ضد مؤسسة وضد الدولة تكاد تكون الإقاع بهذه الدولة من شخص اختارك برنامج في مؤسسة معينة وده اللي أنا قلته في التلفزيون الفترة اللي فاتت قبل شهر تعريباً أو قبل رمضان كان الموضوع بتاع أوكرانيا صح؟ وكيف تم مشن الحروب الإلكترونية على أوكرانيا وتم اختراق وزارة الدفاع الأوكرانية وتم اختراق البنوك والاقتصاد؟ فالجريمة الإلكترونية لا تقف عند حد النسياتك صورتك اتخذت أو يا دكتور أنا الإيميل تسرق أصلاً أنا الإكس هيشوف الصور لما حد يأخذ يعمل فيك أكاون لا الموضوع أكبر من كده في تطور أكبر